بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله مرحبا بكم معنا في شوة جديدة مشيوة اوم شمس كنتمنى تكونوا في احسن حام تما كتشاهدوا لها فيديو تليوم اليوم ان شاء الله هنقدر حليكم كيك كي يجيو ولا اروع كيك محشي بالكريمة شي حاجة اللي كتجي غزالة بزف هماوية والماضاق ديالو كي يجيو رائع بزف خفيف ريشة وديك الكريمة اللي كنعملو فيه من الداخل كتجي معاه الديدة مع الكا والخفة ديال كيك شي حاجة يا سلام كنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم اعجبكم دائما ما تبخلوش عليها في جاعة ديالكم لايك لافيديو وتعليق زوين بحل وجهكم لليخطيكم ونمر معكم مباشرة للمكونات طريقة تحضير هاد الكيك الرائع دياليوم فاول حاجة كناخد مئتين وخمسين جرام او لميلي ديال حليب سائل كنوضعه في كاثرونة و كنضيف عليه زوج مع الكبار ديال السكر كيبقى السكر على حسب الضوغ كنضيف سرشي ديال فانيلا على هاتشكل وكنا نضيفه زوج مع الكبار ديال الكريم باتيسيال او لا كريمة الحامض او لا الناشا اللي كان متوفر عندكم انا هنا كانت صبقت لي واحد معلقة كبيرة من الكريمة الحامض انا بغيتها ديالك ايك هدى يعطيني يعني نكهة ديال الحامض فغادي نضيف معلقة كبيرة ديال كريمة ديال الحامض او الكريمة باتيسيال وضفت عليها قشور برتقال كيف تلاحظو معي وضفت هنا ديك معلقة كبيرة ديال الكريم باتيسيال هنا معلقة تكون مملو أمسيان مباشرة هنا كنطرب مزيان هاد الخليط ديالي بارد في بارد وكنعمل هاد الكاثرونة فوقنار كتكون مهيلة مع تحريك مستمر تماما كيفما كنحطرو كريم باتيسيال حتى كيعقد لنا الخليط على هاد الشكل هادا عاد مباشرة ديك ساع كنضيف عليه معلقة كبيرة ديال عاصر الحامض لمع السر يعني حامض مع السر وكنضيف كذلك 40 جرام ديال الزبدة بحرارة الغرفة هنا الزبدة من الأحسن تكون حيوانية او لممتازة باش كتعطينا لدد زوينة لهاد الكريمة هادي كنغطيو الكريمة وكنحطوها في اللاجح تكتبرد وكندوزو نحضرو الكيك مباشرة في ايناء كنوضع ثلاثة الحبات ديال البيض على هاد الشكل وإلى كان الحجم ديال البيض الحجم كبير قبيصة الملحة وكاس ديال السكر كيكون مملوء جيدا شوفوا الكاس اللي عن برها مقبب اللي كي عادل 180 جرام على هاد الشكل هادا كنطرب مزيان هاد البيض مع هاد المكونات اللي اذكرت لكم جيدا على هاد الشكل هادا حتى ذا يعني البيض كي تيتغير ليه اللون دياله يعني كما كتشوفو كان اخذ معه شوية الوقت ولي بغيت اللي بغيت تحنوه ممكن تحنوه مباشرة هنا من بعد ما كان نخلط هاداك البيض مزيان كان نضيف عليه الزبدة انا هنا الكيك هنعملوه بالزبدة ما عديش نعملوه بالزيت هنا دوبت 180 جرام ديال الزبدة يعني كاس يكون مملوء ديال الزبدة مدابة ما كان حيد لها لا الحليب لوالو غي كان ندوبوها وكان خليها تكون دافية او لفاترة وكان نضيفها على الخالد كان نخلط مزيان هادك الزبدة حتى كان نساجم وكانضيف طحين مباشرة اللي عندي ميتين وعشرين جرام ديال الطحين كان نضيف عليها خمسين جرام ديال النشا 14 جرام ديال الخاميرات للحلويات على هاد شكل كان اغرب الكل شي وكان خلط الكيك ديالي اولا الخاليط ديال الكيك على هاد الشكل هادا فهاديك خمسين جرام ديال النشا را كتعطي واحد الخيفة رائعة بززاف لهد الكيك هادا وهديك الزبدة فكتعطي واحد اللي منها غزالة غزالة بزف بزف فصراحة ما كان بغيش انبقى دائما كان اعطيكم واحد الكيك اللي هو اعتيادي او لا عادي فبعد الاخترات كان بغوين بتلو المداق ديال الكيك اللي صراحة هاد الكيك يجي ولا اروع هنا من بعد ما كان خلطوا الخليط ركيبة لكم انه تقيل فمزيان احنا بغيناها بحل هذاك الشكل اخر حاجة كان نضيفه مني كان نخلطه هي العصر ديال الحامض هنا قريبا كان نضيفه واحد ثلاثة المعالك الكبار ديال عصر الحامض وهنا يعني ما تكتروش يعني عصر الحامض ما تكتروش يعني هنا بالنسبة لهاد المكونات فعندي هاد طحين صراحة كي تشرب احتاجت ليه ثلاثة المعالك في المعتادرة كان نعمل غير زوش صفي هناك ما كنتشوفه معين بعد ما كان نخلط هاد الخالط هاد الكيك شوف كيف كيش يكون كيكون على هاد الشكل هذا كان نجيب صفيحة فرن كانعمل فيها ورقته وخي ما كنتلاحظه معين له هاد الشكل وكان نزل فيها الخالط ديال الكيك واللوع لها هاد الشكل هذا بالنسبة للصفيحة الفرن او للطاورة هي 24 او ل 30 على 24 يعني كان نحتاجه فهد المكونات هادو صفي كان حاول نصوب هادك الكيك او لنصوب هديك لابا غاية ديال الكيك على المول ديالي كامله وكانتكون عندي الكريم مراها بردات صفي كان ناخدها وكانعملها في البوش بس جيني سهلا لما كان يعني ما كتوفرش على البوش ممكن تعمليها غير بلاستيك غدائي را كي يعني كي يفي بالغرض نجيبها بحال هاد الشكل هادا وكان حاول انا نعملها على هاد الشكل هادا وكيف ما غا تلاحظو معي ان الكريمه في الاول راه ما كتنزلش ابدا لتحت ديال الكيك كتبقها كشدة الفوق حتى كي بضيطة بالكيك عاد كتدخل فسط منه يعني را كي تجي واحد الماضق في هاد الكيك واحد تعليكة رائع رائع بسف صفي هنا كان عمل الكريمه كما شتوك فصراحة عملتها غير عشوائية وكانتعملو اي شكل عملوه وكان نعمل شوية ديالوز ايفيلة علاقة من الفوق باش كان نغطيو هاداك لوجه ديال الكيك وكان ندخلوها مباشرة طيب على الطريقة لي كتعملو الكيك العادي انا هنا طيب تاغي فورن الغاز كان نتخل فران من قبل وانقصتوه مزيان ودخلتها حتى بانتلي انشفات وخرجتها غير عنا صراحة راجيت بتنحمرها من الفوق وانا ننساها نزلتها باش لاني العافية فوق منها هكا باش الوجهة باش تحمر ليا ونسيتها والحمد لله انا ما تحرقتش المهم صراحة راجيت جيب ولا ارواع هاد اللي كيك اللي اجربتو راجيولي كيك اعتمد عندكم وخانها راجيتها ويبقى سخونة فهاد الكيك يعني تتناول بارد او لا دافي باش تيك الكريمة كتعود تشد في راسا كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الكيك راجيجي كيك اللي ما اجد لكم ولا ارواع وقليلا نقول لكم كانت معكم امشا سوما توفيقيا الا بالله عليه توكلت اليه اونيب